لاكجري رح تكون عم تصرف هذا طلع كمان لبرج مش هارف اشوه رح يكون في عندك اكتر يعني بذخ او انت كريم بالاساس يا برج السرطان رح يكون في عندك شو يعني عم تدفع كتير عم بشوفك هاي الفترة وممكن يكون معناه انه فعلا ثروة جاية في الطريق او يعني عم الشغل اللي عم تشتغله قبل شوي قلنا عنه كله والمحاولات عم بتكون اكتير يعني كتير مثمرة ورح تجيب نتيجة في اسرع وقت شايفيتك عم بتحاول تكون غامض هذا الشهر وخاصة مع الشريك حتى مع الاشخاص الثانيين عم بتتكتم على مشاريعك عم تتكتم على ما عم تأمن لحدا ما عم تعطي ثقة لحدا حتى الشريك عم تتعامل معاه بغموض فهذا اكتر اشي بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان خلينا نشوف هاي الكروت تحذيرية بتحذرنا دائما من شي معين فخلينا نشوف شو عم بتحذرنا هاي المرة لبرج السرطان من شو عم تحذره بتحذرك غريبة هاي يعني بس مش عارفة بتحذرك من شخص جديد عم يدخل حياتك اما صديق اما كحبيب داخل اما معجب عم تدخله في حياتك هذا الشخص دير بالك منه من دخول اي اشخاص كون حريص يا برج السرطان ما عم بقولك لا تدخل حدا لحياتك ولكن عم بقولك كون كتير حذر بالنسبة لهذا الشخص كمان تحذير تاني بالنسبة للعائلة الاهتمام بالعائلة بقولك عدم اهتمامك بالعائلة ممكن يقدي لانفصال او ممكن يقدي انه مش انفصال يعني لا سمح الله لا امور ابعد من ما انت متخيل فلا شوي قرب من الاسرة وكمان من الاسرة الكبيرة مش بس الاسرة الصغيرة عم بشوفك عم بتكون بعيد عن جذورك يمكن هذا الكرت بيحذرك او بيوصيك انه تكون قريب من خلينا نقول قريب من العائلة عم بشوف والدتك على خلافه شوي معك فكون حذر من هذا الموضوع يعني احنا شو قلنا غير رضاهم علينا يعني الله يديمهم فصلح الموضوع اذا كان في بينك بين الوالدة او الوالد اي موضوع يعني ما بعرف شو انتو ظروفكم بس طلع لي هذا الكرت خلينا نشوف هون هطلع لك هدول المسجز كل واحد بيطلع له حيوان معين وبيحكي له المسج بما يعني تناسب مع طبيعة هذا الحيوان طلع لك بيقول لك لا تلتهي بالشغلات اللي بتلهيك هون وهون وهون كون كتير واضح ويعني ماشي منيح بالحاسة السادسة تبعك عم بتكون عندك تفتيحين هاي الفترة عم بتكون عندك حاسة سادسة لبرج السرطان عم بتصير عندك مثل صحوة نورانية يعني روحانيات حلوة كتير هاي الفترة فعم بيقول لك الحدث تبعك شو بيدلك امشي وراه وضلك مركز على الهدف تبعك وتحرك بسرعة كنت بطيء بالفترة الماضي فبيقول لك بالفترة الجاي بيقول لك اختار انك تكون انت محبوب يعني انت اساسا انسان محبوب جدا يا برج السرطان وهاي الفترة رح تكون اكتر جاذبية مثل المغناطيس يعني بتجذب الاشخاص اللي من حواليك اعمل الاشي اللي انت بتحسه صح حتى تجاه الاشخاص اللي حواليك مو شرط انه تكون يعني خلينا نقول مو شرط تكون بس القول تبعك الو علاقة فيك انت ولكن ممكن انه تشاركه مع الاخرين فالنجاح اللي بيجي جماعي بيقول لك انه اشتغل مع فريق اكتر هذا الشهر ما تشتغل individual ما تشتغل بشكل فردي نجاحك اكتر هذا الشهر اذا كنت عم تشتغل ضمن فريق طيب ما اخذنا هدول الكروت بالنسبة للي عندهم شريك منفصيلين او مطبصيلين يعني في كل الاحوال اللي عندهم شريك خلينا نشوف عقله الباطن شو عم بيفكر لا يعني اكتر اشي او بشكل عام عم بيحاول انه يستشفي عم بيشايفيته عم بيسمع او تارك العوائق زي ما هي ما عم بيحل شي العوائق شايفيتها مثل ما هي هو كسلاني كتير هاي الفترة انه يعمل اي تغيير انه يعمل اي اجراء فبشوف شوي يعني ماسك مكانه ولكن بالنتيجة انا شايفي بينك وبينه هو في عقله الباطن مخزن فكرة الارتباط منك لانه انا شايفي هون شجرة ومال ويعني وثروة ونمو فعم بيفكر بانه يرتبط فيك يعني مع انه كرتين شوي متناقضين بيوصفوا شخص اساسا متناقض يمكن يكون فخلينا نشوف طيب هون شو فيه ديتوكس يحكي لك تخلص من ديتوكس يعني في حياتك حاول تكون يمكن نباتي عاداتك سيئة عم بتكون كتير اما بتاكل قبل ما بتنام دايريكت او ما عم تعمل سبور او عم تكتر او تدمن على شغلات معينة مثل ما بعرف تدخين شغلات فعم بيقولك انه لازم تتخلص من السم اللي في جسمك هو وقع قبل ما احرك ايوة بيقولك انه انت رح تحرز هدف رح تحرز هدف في الصميم بالفترة الجاي فهاي يعني بشارة ما بعرف شو الهدف تبعك عاطفي او او غير يا برج السرطان بس بالعموم عم بيقولك انه رح تحرز هدف او شي انت مصمم كنت اه عليه فعم بتحققه بقولك في تغييرات في العائلة اه وكانه فيك حمل للنساء او حتى لو كنت رجل سرطان في حمل زوجتك او بشائر بحمل انه في تغييرات بالعائلة وممكن تكون تغييرات مادية المهم انه هاي التغييرات هي عبارة عن تغييرات ايجابية ممكن تكون مصالحة مع احد افراد العائلة لانه قبل شوي بيان عندي وكأنه في شوية صراعات مع شخص من العائلة او صديق فعم بشوفها انه عم تحكي لك انه صالح او بادر او كون انت اه من المبادرين في هذا الموضوع كيب تشارجينج اهد اه بقولك انه ظلك تشجح حالك او ظلك تعمل تشارجينج لحالك اه تشحن حالك اه لا قدام اه لا تحكي دايما لحالك انه لا ما رح يصير لا ما رح يصير هاي هاي الكلمة اتركها يا برج السرطان انا بعرف انه انت بتحكيها كتير فبقولك اتوقع المعجزات والسليوشنز والحلول حتى تظهر فالاشي اللي بتتوقعه بيظهر فبقولك ما تكون ابدا سلبي بالعكس احكي يس شو خسران انت يعني انا بستغرب ليش احنا بنفكر احيانا او ليش انتو بتفكروا بطريقة سلبية طيب ما انت بتفكر بطريقة سلبية او ايجابية يعني يعني ما رح تخسر اشي لا هيك رح تخسروا فليش ما تكون ايجابي يعني مش خسران اشي والله ما حد تدفع فلوس يعني بس انت جربها لمدة 21 يوم بس انك تكون ايجابي وانك تطرد الافكار السلبية من بالك وشوف المعجزات اللي ممكن تحصل في حياتك راقب بس يعني الاغلبية ما بترد يعني ما بيعملوا هذا الاشي بيقولك انت على يعني على شفاء يعني زي ما بيقولك خطوة وحدة من النجاح ولكن انت متشائم من عدم النجاح او كذا فبيقولك ضاي الخطوة الصغيرة بس يعني فاصبر خليك خليك في هذا الموضوع وانت راح تحصل علي انت بدك اياه فما تميل احيانا واقت اللي انا بدي امل بعديها بيوم او بعديها بيومين يعني لو انا كملت كان حصلت علي بدي اياه فليش هون طلع لنا انه هون طلع لنا انه كيف دا اقولك اكتر اشي رح نجح معاك هذا الشهر موضوع الشراكات او زي ما قلنا قبل شوي انه الشغل في فريق اكتر اشي رح كتير تبدع اذا كنت عم تشتغل في هاي الطريقة انه التعاون مع اشخاص او المشاركة تشارك الاشخاص بشي معين حتى لو كان عصاعيد عاطفي حتى اصدقاء كزا احلى شي هذا بيقولك رومانسي يعني هلأ وقت الرومانسية لو كنت متزوج او غير متزوج اعزب منفصل فهذا الوقت كتير مناسب انه تعيش يعني مغامرة رومانسية مو شرط يعني شخص جديد ممكن شخص قديم في حياتك فهذا الوقت الرجعة وهذا وقت الحب فشي كتير حلو لبرج السرطان نشوف اخر اوراكل بيقولك انه الانيرجي اللي عندك اياها كبيرة كتير ورح تتفجر عندك طاقة كبيرة جواتك رح تكون بستمبر يا برج السرطان بيقولك اعكسها او اعمل ريدايريكت اعمل يعني كيف ده اقولك اعمل انعكاس شارك هاي الطاقة مع الاخرين طول الوقت عم بيقولك عالمشاركة وكأنك هاي الفترة او الفترات الماضية كنت عم تشتغل لحالك ما كنت عم بتشارك اللي حواليك او ما كنت عم بتأمن للي حواليك فبيقولك انه اكتر شي هاي الفترة انه تشارك تشارك مع العالم خلينا نيجي على اه الاضافة اللي رح تكون على توقعات ما بعرف ازا عجبت هون ممكن انه يعني اه نستمر عليها رح تسألوا سؤال رح تضمروا سؤال رح تكون اجابته يس ار نو اه واذا في موعد معين او تقريبي يا جماعة مش وقت يعني بالضبط تقريبي اه ممكن انه نحكي فاضمر على سؤال يا برج السرطان او اعمل بوز للفيديو واسأل سؤال ركز في سؤال معين فكر فيه وخلينا نشوف الاجابة صح رح يصير هذا الاشي ولا ما رح يصير او انه هو اه مو شرط يكون حدث بده يصير ممكن شغلة صارت اولا وانت شاكك اه ممكن يكون اي سؤال يخطر على بالك لكن الاجابة فيه يس او لأ الاجابة الاجابة هي مش بس يس لا يعني زي ما بتقول عشرة يس اه هذا الاشي رح يحصل مليون بالمية على قد ما انت حاسوا انه صعب على قد ما فيه عوائق شايفي انا كتير عوائق فيما سبق بهذا اه لهذا الموضوع فيه كتير عوائق عشتها انت اه لحتى هذا الموضوع ما يسير ولكن انا شايفي هاي العوائق عم بتتكسر اه شايفي الشي هذا عم بيسير عم بتكون انت متل الملك او الملكة في الموضوع وفيه انتصار في اه الموضوع اشتركوا في القناة